منهجية الذكاء الاصطناعي فكر بمعقولية يعني حلل بمنطق وعطي نتائج صحيحة نعبيها الآلات والتطبيقات من خلال قواعد البيانات هذا واحد هذه المنهجية الأولى فكر بمنطق ومعقولية واجب ببيانات صحيحة وخزنها في الآلات وفي قواعد البيانات مع التطبيقات الذكية اثنين منهجية علومة تعرفة التفكير مثل الإنسان لابد أن يكون عندك فلترة هذه المعلومات خاصة بالإحصاء هذه معلومات خاصة بالهندسة هذه معلومات فلترة عاملت تعرفة وتصنيف في النتابيس عشان تقدر جاب سرعة ما تتأخر في نعم تصنيف الذكاء الاصطناعي محدود لم يتجاوز أشاهد حدود يعني الإنسان فهو لازال يخدم ولكن شغلاته مساعد للإنسان لازمنا حتى هذه الفترة نشوفه مساعد للإنسان وهو لازال يتصاعد المنهجية رقم ثلاثة يقول لك تورينج اللي هو الذكاء الصناعي الأول والعالم الأول يقول الإنسان مثل يعني الآلة مثل الإنسان وفعل الآلة مثل فعل الإنسان وردت فعل الإنسان وهو كان يرجح أن الآلة أقوى إذا أعطيتها معلومات صحيحة ومعلومات مكثفة أخيرا منهجية الأخيرة منهجية العميل العقلاني يقول فعل وردت فعل السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك بخير فأنا سريع معك يقول لك السؤال هل أنت ذكي؟ على طرح ما تفكر تقول أذكى منك مثلا فيكون عندك أنت يعني لما تتكلم مع آلة يعني على الأقل إذا ما عرفت السؤال لا أعرف هذا لا أعرف الإجابة بس ليس تسكت أو تعطل يعني الفعل وردة الفعل فكلما كان الذكاء الصناعي في منهجية التطبيقات والروبرتات ذكي ويجاوب إذا ما عرف جاوب أعطى عبارة رنانة هذا أفضل فهذه المنهجيات هي منهجيات أساسية في الذكاء الصناعي نلاحظ أن المنهجيات هي التفكير بمنطق التركيز على التعرفة والتحليل الإنسان كما الآلات في الذكاء والفعل وردة الفعل هذه منهجيات مهمة جدا في الذكاء الصناعي وتعامله مع الآلات والتطبيقات الذكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر